موسيقى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين سيد الخلق أجمعين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين ورحمة الله وبركاته حياكم الله أيها المسلمون أيها الشاهدون بشهادة لا إله إلا الله محمد رسول الله وعلي ولي الله والمهدي حجة الله وبقيته يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب من الطبيعي ومن المعلوم جدا ولدى كل إنسان أن أي حركة لا تجد حاضنة لها ومتنفس ترتد فتسبب فسادا وخرابا وعليه اعتمد الإنسان ومنذ فجر بداياته على إيجاد متنفس لتفكيره متنفس لإيمانه متنفس يستطيع من خلاله إيصال ما يعتقده إلى الآخر وعليه تكون شعائر الحسين عليه السلام متنفسا إسلاميا أقره الدين الإسلامي لعلم الدين الحنيف أن الإسلام هو الدين المثخور للبشرية ولا يصح أن يكون رجعيا أو متخلفا ويجب أن يواكب البشرية ويواكب تطورها ويواكب الحضارة كيفما تكون ومن هنا تحديدا سمح الإسلام للإنسان المسلم أن يعبر عما يعتقده أن يعبر عما يؤمن به أن يعبر عما يشعر به تجاه مقدسه من خلال شيء أسماه الشعائر فترى المسلم في موسم الحج يعبر عن رفضه للشيطان فيرمي الجمرات بحصره وترى المسلم في موسم الحج يعبر عن إيمانه وتسليمه المطلق بالله سبحانه وتعالى فيقفوا على جبل عرفة ويعترفوا لله بالربوبية ويعترفوا لله سبحانه وتعالى بأنه معبود وأنه أي الإنسان عابد له الحسين عليه السلام صبط رسول الله إمام الأمة حجة الله قائد الإسلام وقائد المسلمين خرج للإصلاح في سنة أحد وستين ضد متنمر ضد أفاكن ضد أثيم ضد مزور اسمه يزيد ابن معاوية ارتدى زي الإسلام وسار في الأمة مسيرة فرعون فأفسد وصادر إرادة الأمة الإسلامية وصادر حريتها وصادر اختيارها فكان أن تصدى له الحسين عليه السلام في مشروع إصلاحي متكامل الهدف منه الحفاظ على الإسلام على بيضة الإسلام ونتيجة ذلك ذهب الحسين عليه السلام قتيلا شهيدا بكربلة قطع رأسه ورفيع على الرماح سبية حريمه إلى الشام المسمات بسوريا في العصر الحديث وأحرقت ونهبت خيامه الفرد المسلم في العصر الحديث يجد أن محورية الدين وتمركز الإسلام في تلك القضية في تلك الواعية في ذلك المشروع وعليه يقوم الفرد المسلم في كل عام في محرم الحرام بإيجاد جو ومتنفس يسميها بالشعائر الحسينية يبعث من خلالها رسالة للعالم أجمع أن الإسلام دين الإصلاح أن الإسلام دين الاعتدال أن الإسلام دين الممارسة الجماعية أن الإسلام دين الوعي أن الإسلام دين الجماهير أن الإسلام انطلب فرد في العالم دليل على أن هذا الدين قادر على صناعة الحياة كانت تلك الشعائر هي الرسالة بحيث تقول لذلك السائل إن الواقع أدل الأدلة وهذا الواقع في الحسين تتنفس الجماهير الوعي في الحسين عليه السلام تتنفس الجماهير المعتقد في الحسين عليه السلام تتنفس الجماهير وتتغذى كيف تكون قادرة وممسكة بزمام الأمور من تلك الشعائر التي استهدفت لو صح التعبير وأسمح لنفسي أن أقول استهدفت لأن هذا التركيز السنوي وهذا الاستفراد لهذه الشعيرة دون غير يحمل في طياته الكثير من التساؤل لماذا الفرد المسلم يضرب رأسه بالسيف كل عام؟ لماذا الفرد المسلم يجري تلك الدماء على رأسه في مظهر غير حضاري كما يصفه الواصف؟ لماذا هذا المسلم يتعمد إيجاد الألم لنفسه ويتعمد إخراج الدم من رأسه في مشهد واضح يعكس للآخر كما قلت على حد وصف الواصف أن الإسلام دين رجعية ودين تخلف حاشا لدين الله من ذلك طبعا لو حققنا في الموضوع لوجدنا أن هذه ما هي إلا شبهات أوجدتها أياد خفية وسعى خلفها من لا وعي له أقول أي من لا ينظر إلى فواصل الأمور إلى بواطن الأمور إلى مستقبل تلك الحركات ومستقبل تلك الأفعال أنت تنظر إلى الصورة التي تشاهدها أمامك لكنك لا تنظر إلى الجهة الأخرى لا تنظر إلى إقرار الله عز وجل لتلك الشعيرة حيث قال ذلك ومن يعظم شعائر الله والمفهوم من التعظيم هو الاهتمام والإيمان بتلك الشعيرة وشعائر الحسين شعائر بإقرار المعصوم عليه السلام لها ثانيا أنت تقول أن التطبير أمر مستحدث ولم يوجد في زمن المعصوم وهذا دال وكاث وواف لتفنيده نظرت إلى هذه الزاوية ولم تنظر إلى زاوية أخرى وهي أن الإسلام دين التجدد ودين التطور ودين المواكبة ودين المرونة وعليه فالإسلام يستطيع إيجاد حكم لكل واقعة حتى قال المعصوم عليه السلام ما من واقع إلا ولها حكم في الإسلام فإن حصل التطبير في العصور المتأخرة فهناك نائب للمعصوم فقيه جامع للشرائط يمثل القيادة الفكرية لهذا المذهب يعرف كيف يقرأ النص ويشعر بالمسؤولية تجاه ما قاله الله سبحانه وتعالى وتجاه ما قاله المعصوم عليه السلام والحال أن أغلب الفقهاء لو جاز لي التعبير أن أقول قد أجازوا تلك الشعيرة وأقروا تلك الشعيرة ودعوا المجتمع إلى عدم تركها ثالثا السيرة العقلائية التي تنظر عقلاء القوم عقلاء المجتمع عقلاء الأمة عقلاء الأمة حين ينظرون إلى واقع هذه الشعيرة وواقع نقدها يعلمون تماما أن تلك الشعيرة فعالة جدا وأن معسكر العدو يخاف منها جدا أرجو من الشباب المسلم أن يركز في هذه الجهة العاقل ينظر لماذا هذا الاستفراد بتلك الشعيرة دون غيرها ألا يدل هذا على أن هذه الشعيرة تخيف طرفا تخيف معسكرا لو كانت خالية من هذا الشيء لما صب عليها جام غضب الكثيرين بحجة أن ظهور الدم مظهر لا يتناسب وحضارة الإنسان إن كانت حضارة الإنسان يقررها الإسلام فأدلة الإسلام واضحة في إقرار هذا الجانب هل تسمعني أيها الشام؟ إذا كانت الحضارة يقرها الإسلام دينك مبدأك معتقدك شرفك إن كانت الحضارة يقرها الإسلام فهذا هو الإسلام واضح في إقرار شعائر الحسين عليه السلام وبيّن ويقول لك وأعدوا لهم ما استطعتم أرجو أن تفهم وأعدوا لهم ما استطعتم أرجو أن تدرك لماذا الفقيه لم يوقف هذه الشعيرة لأن هناك عدو لله يخشى أن يراك بمظهر الثائر وأي مظهر أعظم من رجال لبسوا الأكفان وهدروا هدير الأسود ونزلوا إلى الميدان حاملين سيوفا يقولون لكل من يتنفس الإرجاف ولكل من قبل على نفسه أن يكون ذيلا لعدو الله وعدو الإسلام ها نحن رجال الله نسير سيرا حثيثا نحو نهج الحسين نهج الإصلاح إن تطلب الإصلاح دمنا فها هو الدم يرخص في سبيل الثورة في سبيل المشروع في سبيل الإصلاح في سبيل التغيير في سبيل إيجاد واقع أفضل للمسلمين أتريد أن تقتنع بكلامي انظر إلى المفخخات انظر إلى التفجير انظر إلى الدماء التي سالت من أنصار ومحبي وموالي والمؤمنين والمعتقدين بنهج الحسين عليه السلام سالت دماؤهم على الأرض وصف سكوت مطبق من العالم من الحضارة التي أنت تقول بها أين حضارتك ولما لن تستنكر ما جرى في بغداد وغير بغداد ما جرى في العراق ما جرى في الكويت ما جرى في بلاد الإسلام ما يجري في سوريا أين حضارتك ولما لم تنطق أليس هذا دم يجري ودم يجري بالفساد والباطل لما أطبقت أفواه البعض لما سكت الكثير عن دم جرى ظلما ولما تكلم الكثير عن دم يجري بالحق أيها الشاب شمر عن ذراعيك في آل محمد ولا تندم فقد قال الله وفي قوله تخرس كل الأقوال بسم الله الرحمن الرحيم ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب صدق الله العلي العظيم أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والله ولي التوفيق وهو على كل شيء قدير والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين عاشورا فوق الشمهات لا تنحى الصرخة أينها عاشورا فوق الشمهات ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر